السلام عليكم ورحمة الله وياكم دكتور محمد الدباغ من اكاديمية نابل والبحوث اليوم رح نتكلم عن الكيووردز اللي هو بالعربي الكلمات المفتاحية حطيت بعض الأسئلة أول سؤال ما هو الكيووردز الكيووردز أو الكلمات المفتاحية اللي هي الكلمات الرئيسية أو المواضيع الرئيسية بالبحث مالك زين يعني يعني مثلا اذا كان موضوعنا على الانترنت على الانترنت الاشياء الكلمات المفتاحية راح تكون اول شيء اول شيء الانترنت ثاني شيء السنسرات ثالث شيء تطبيقات الموبايل موبايل رابع شيء البابليك سكتر بابليك سكتر يعني بانه راح تكون اربع كلمات مفتاحية على اساسها ينبني البعث البابليك سكتر هنا معناتها يعني اي بيئة انت راح تطبق عليها المشروع مالك مثلا اذا كانت بيئة شركة جامعة مدرسة قطع حكومي قطع خاص نجي للسؤال الثاني السؤال الثاني لماذا احتاج كيوورد يعني ليش انا احتاج كيوورد بالبحث مالي احتاج كيوورد لاسباب اثنين السبب الاول اللي هو حتى القارئ اللي يجي بعدك يعرف بانه انت شنو المواضيع المهمة بالبحث مالك مثلا اذا اني القارئ راح اقرأ البحث مالتك والقى بانه بالكيوورد انترنت سنسور موبايل أبليكيشن وبوبليك سكتر راح اعرف بانه انت مستخدم الانترنت مع السنسور وتطبيقات الموبايل في القطاع الخاص او في القطاع العام حتى تحل بعض المشاكل هذا راح يصير عدي تصور للموضوع وراح يخلينا افتهم او اتخيل ايش انت تريد تحتي او ليش انت تريد تتكلم بالبحث مالك هاي شغلة الشغلة الثانية اللي هو الكلمات المفتاحية او الكيووردس راح تفيد بعملية البحث يعني اذا قارئ اريد ابحث عن بحث زين الكلمات راح تفيد بانه يطلع البحث مالك او يظهر البحث بالسيرج خلا اراويك شلون مثلا مثلا احنا هسا اجينا بالجوجل سكولر وكتبنا انترنت اوف تنكس من كتبنا انترنت اوف تنكس وطلعنا ودسنا على السيرج راح تطلع البحوث اذا كان بحثك ما بي كيووردس الجوجل سكولر ما راح يعني ما راح يجد البحث لان الجوجل سكولر يعتمن على الكلمات المفتاحية حتى يطلع النتائج حتى يظهر النتائج ذلك الكيووردس مهمة جدا بالبحث حتى تساعد القارئ او الباحث على ان يجد بحث البحث الخاص بك هل نرجع الى السلايدات السؤال الثالث where to put the keywords يعني وين او اين اكتب الكيووردس هنا راح اراويكم امثلة رجاء نشوف الماوس على الجهة اليسرى هذا الابستراكت هذا الابستراكت وهنا تحت راح يكون الكيووردس قبل الانترودكشن يعني بعد الابستراكت قبل الانترودكشن هذا الكيووردس واذا تلاحظون اكو خطين الفوق والخط التحت والكيووردس مع الابستراكت يعني الكيووردس جزء من الابستراكت خلا اراويكم مثال ثاني هذا الابستراكت باللون الازرق على جهة اليمنى وهنا على الجهة اليسرى راح يكون الكيووردس بالازرق واذا تشوفون الانترودكشن بانه قبل الانترودكشن بانه جزء من الابستراكت نرجع للسلايدات السؤال الرابع حاول ان تحذر ما هو السؤال الرابع حاول ان تعرف ايش هو السؤال الرابع انا راح اساعدكم هنا اذا تقدرون نشوفون كيووردس يعني موجودة اس يعني جمع كيووردس جمع هنا معناها بانه البحث لا يحتوي على كيوورد واحد لكن يحتوي على اكثر من كيووردس فالسؤال يكون ما هو عالد الكلمات المفتاحية اللي اقدر اكتبها بالبحث اوكي لك هنا لازم تروح للمجلة تفتح رابط المجلة تريد تنشر بها وتشوف ايش اللي هو قوانينهم اوكو بعض المجلات يعني ثلاث كيووردات بعض المجلات تقول اربعة بعضها تقول خمسة بعضها تقول ستة بعضها تقول احيان سبعة كيووردس لك هذا الشي عائد للكيووردس للمجلة النصيحة ما لليوم راح تكون اذا تريد ترسل البحث للمجلة او تتسلم للمجلة لازم تدخل على الرابط مع المجلة على الموقع اللي كتروني مع المجلة وتشوف الاوثر غايدلاين لاني من تضغط عليها راح تشوف ايش هي الشروط لكتابة الابستراكت كم عدد الكيووردس اللي هما محتاجين خلي اراويكم مثال على ذلك الانترنيت هاي المجلة اللي هي سكوبوس ادخل هنا على الانستركستر اضغط عليها وهنا انا كاتب كيووردس خليل اساوي لكم زوم شوفوا ايش مكتوب على الاقل من ثلاثة الى ستة كيووردس يعني من ثلاثة الى ستة كيووردس يعني من ثلاثة الى ستة لازم موجودة بالابستراكت هاي معناها انت اذا كتبت كيوورد واحد يمكن يعطوك ريجكت وبعض الاحيان انا شاف بعض الباحثين ما يكتبون اصلا كيووردس ذاك هيجي ريجكت اذا تكتب اثنين كيووردس يمكن يعطوك ريجكت او قلولك ضيف ثلاثة كيووردس بعض الاحيان يقولك ضيف اربعة مرة على الاحيان يقولك ضيف كيووردس واذا تلاحظ هنا كاتبين بانه هاي متتضمن انكلودد واذا ابستراكت يعني الكيووردس جزء من الابستراكت اوكي نرجع للنصيحة ما اليوم اللي هي رجاء ادخل على الموقع الالكتروني الخاص بالمجلة واختار الاثور غايدلاينز حسب نوع المجلة ايش هي كاتب بضبط اي نوع من الانواع زين واقرأ كم اقل عدد الكيووردس انت تقدر تضيف بالبحث ما لك اوكي هس اهنا اجوبة اسئلة اذا عندك اي اي سؤال كتب تعليق وارجو منكم بانه ان يشيرون الفيديو لا اصدقائكم يعني الاثور سلوياكم الاساتذة حتى الجميع يستفيد من الفيديو شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا